وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد أكد أن زيارة رؤساء الدول الحائزين على جائزة نوبل للسلام لمملكة البحرين تعد زيارة تاريخية لا تنسى لأنها تجمع ولأول مرة على أرض السلام ليس ثلاثة رؤساء فحسب بل ثلاثة رؤساء سلام قدرهم العالم على إنجازاتهم الكبيرة وعرب سمو عن خالص شكره وتقديره لرؤساء الدول والمنظمات الحاصلين على جائزة نوبل على تلبية الدعوة وزيارتهم إلى مملكة البحرين مشيدا سمو بكل الجهود التي يبدلونها من أجل نشر وتعزيز السلام في مختلف أرجاء العالم في ظل ما يمتلكونه من تجارب رائدة أسهمت في تقدم دولهم ومجتمعاتهم وقال سمو أن هذه الزيارة ستظل في الذاكرة لما تحمله من معاني وتوقيت مهم فضلا على أن اختيار البحرين لزيارتها من قبل رجال السلام هو اعتراف بدورها في السلم العالمي جاء ذلك في كلمة لسموه خلال ما دبت عشاء أقامها أمس سموه بفندق ريتس كارتون تكريما لرؤساء الدول والمنظمات الحاصلين على جائزة نوبل للسلام حيث يضم الوفد كل من السيد فردريك وليام دي كليرك الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا والسيد ليخ باليسيا رئيس جمهورية بولندا الأسبق والسيد جوزيرا موس هورتا الرئيس السابق لتأمور الشرقية والسيد أنتي باجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل وسيد دي كلاج ساتيارتي الحاصل على جائزة نوبل للسلام 2014 وأكد سمو أن التحديات الراهنة التي تمر بها العديد من المناطق تتطلب مزيدا من العمل الدولي الذي يوفر الظروف اللازمة لتحقيق السلام الذي يعزز من جهود الدول والمجتمعات على صعيد التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر تقدم وتوجه سمو بالشكر للوفد على كل ما عبروا عنه للإعلام والصحافة عن مملكة البحرين وما تشهده من تطور مشددا سمو على حرص البحرين على استمرار هذا التعاون في كل ما من شأنه خدمة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم انطلاقا من إيمانها بالرسالة السامية للسلام في توفير أسباب أمن واستقرار ونماء الدول ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وأنا أردنا أن نتعرح أن نتعرف في معدود في موقع ونرغبنا أعبارك لأننا حاليا ونرغبنا هذه فيها السماوات وأنا أحب أن نتعرف أن نتعرف الذين ونظر بحث ونفرح للغاية ونعم لعبوبة واحدة بناسة المشترك ونفره في المطاطع تشكر بك فلنا نتعرف حيا ونعرف كيما ترجمة نانسي قنقر 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 المترجمات للقناة North Nobel Peace Laureates. We have been very impressed by everything that we've seen in Bahrain. Your country is an example in terms of sustainable development goals. In terms of Multiculturalism. And we would very much like to examine the possibility of closer cooperation between the Permanent Secretariat and the Government of Bahrain with a view to holding meetings in Bahrain, with a view to inviting the Bahraini Government to apply to the Permanent Secretariat to host one of the Permanent Secretariat's Nobel Peace Summits. We feel that you are a center in the Middle East. You have much to teach people from around the world. We look forward to closer cooperation with the Government of Bahrain. What we have seen here is a country that has invested in its future by investing in education for its people. We have seen your leadership investing in the health of the people today so that they can be healthy tomorrow. I was privileged to see at the Jummah Mazjim, the Ayat of the Koran. From a man and a woman, I made the peoples amongst you, that you would come to know one another. The best amongst you is the one with the most taqwa, which we can't translate into English. And God is all aware and knowing. So we saw from that the multiple cultures that are here. Hindus, Christians, Jews, coming to know one another and living together. It is an honor to be in a country in which the leadership is investing in the health, the education and creating a diverse economy where wealth can be spread and grow. Thank you. Thank you. Thank you. بدو مما تسم به المملكة البحرين منeriaطضة حضرية وعمرانية ترتكز على أسس متينة من التعايش بين أبناء المجتمع بحريني مؤكدين أن البحرين تعد نموذجاً للدول الرائدة في مجال التلمية والتقدم. وأشاد بما تمتل cameraman من تطوراً وما قمت به الحكومة في أهم العناصر وهي التعليم والصحة والإسكان والأهم من كل ذلك أن مملكة البحرين أصبحت واحة للأمن والأمان لكل الأديان حضر مادوبة العشاء عدد من كبار المسؤولين والوزراء في مملكة البحرين